بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله مساءكم بكل خير كما تعلمون قررت الحكومة نهاية الأسبوع الماضي اتخاذ إجراءات تخفيفية بطريقة مدروسة وآمنة ومتدرجة تأخذ بعين الاعتبار الموازنة بين صحة المواطنين وسلامتهم من جهة واستدامة عمل مختلف القطاعات من جهة أخرى هذه الإجراءات شملت الغاء الحظر الشامل الذي كان مقررا كل يوم جمعة وإعادة السماح بعمل بعض القطاعات المغلقة منذ أمس راقبت الحكومة عن كثب وبكل اهتمام مجريات سير الإجراءات التخفيفية خلال يومها الأول وأجرت تقييما موضوعيا لها وفي ضوء ذلك عقد دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة صباح هذا اليوم اجتماعا مع الوزراء المعنيين وممثلين عن الجهات المختصة للوقوف على سير هذه الإجراءات وقد أظهرت نتائج التقييم التزام العديد من المواطنين وهو التزام مقدر ومشكور لكن في الوقت ذاته شهدنا حالة من عدم الالتزام لدى شريحة من الأفراد والمنشآت خلال يوم أمس سواء من حيث إهمال إجراءات الوقاية أو إقامة التجمعات أو الاكتظاض من هنا تؤكد الحكومة أن صحة المواطنين وسلامتهم أولى أولوياتها ولن تدخر جهدا من أجل الحفاظ عليها كما تؤكد الحكومة أن التجاوزات التي حدثت بالأمس غير مبررة فإجراءات السلامة والوقاية هي الضمان الوحيد لإبقاء الوضع البابائي تحت السيطرة إن هذه الحالة من عدم الالتزام والاستهتار والتجاوزات من البعض قد تعيدنا إلى المربع الأول وقد نضطر آسفين إلى العودة عن الإجراءات التخفيفية والتشدد في فتح القطاعات وأؤكد هنا إننا ما زلنا في عمق مرحلة الانتشار المجتمعي لوباء كورونا التي تتطلب أقصى درجات الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية كما أن بدأ تلقي المواطنين للمطاعيم وانخفاض نسب الإصابات وإعداد الوفايات تدريجيا لا يعني انتهاء الوباء بل يتطلب المزيد من الحرص والالتزام بإجراءات الوقاية لمنع أي انتكاسة لا قدر الله وأشير هنا إلى أن الوضع الوبائي في العديد من دول العالم يشهد تطورات سلبية متسارعة وقد اتخذت بعضها إجراءات مشددة للسيطرة عليه من بينها فرض حظر التجول الشامل لأسابيع ما يؤكد أيضا أن الوباء ما زال خطيرا سيتحدث تباعا زملاء أصحاب المعالي وزراء الداخلية والصناعة والتجارة والتموين والسياحة والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والعمل والصحة حول آليات تشديد الرقابة على مدى الالتزام وختاما وأكدوا أن الالتزام مسؤولية مشتركة من الجميع آملين من جميع الأفراد والمنشآت التقيد حتى نتمكن من تجاوز هذه المرحلة الصعبة فالتزامنا يحمينا موسيقى